بسم الله الرحمن الرحيم في الآيات السابقة تم بعض الكلام عن اليهود والنصارى والمشركين وفي هذه الآية والآيات اللاحقة يكون الكلام حول النبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام وكذلك عن بناء الكعبة وبعض الأمور التي يشترك فيه الجميع صحيح أن تاريخ هؤلاء قبل تاريخ اليهودية والنصرانية ولكن من المعتاد أن يتكلم المتكلم عن الظروف المعاصرة ثم ينتقل إلى التواريخ الغابرة وهذا من أساليب الإقناع الذي يذكر في فن المحاورة كما أن الآيات السابقة تحدثت عن التوحيد والنبوة وهذه الآيات تتحدث عن الإمامة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات واذكر يا رسول الله إذ ابتلى يعني امتحن واختبر إبراهيم ربه ربه فاعل ابتلى يعني امتحن الله تبارك وتعالى النبي إبراهيم عليه السلام بكلمات أي بأمور أو بتكاليف شاقة مثل الآمر بذبح ابنه إسماعيل لتظهر جوهرة النبي إبراهيم الكلمة تطلق على اللافظ وعلى الآمر وعلى الشيء الملقى لذا يقال للمسيح عليه السلام كلمة الله ويمكن أن يكون المراد بالكلمة نفس معناها العرفي يعني الكلام فيكون المعنى ابتلي النبي إبراهيم بكلمات تكلم الله معه أو تكلم الملك معه حول هذه الكلمات لينفذها ويأتي بمعناها وربما من الكلمات إلقاؤه في النار والهجرة ومنها إقصاء أهله إلى مكة ومنها الاعتراف بالخمسة الطيبة فأتمهن يعني أداهن بغير تفريط فأطاع الأمر كاملا غير منقوص وقام بمقتضى العبودية في كلها ونجح في الامتحانات وفي الحديث يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ما هذه الكلمات قال عليه السلام هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه وهو أنه قال يا رب أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم السائل يسأل الإمام يا ابن رسول الله فما يعني عز وجل بقوله قال يعني فأتمهن للقائم عليه السلام إثني عشر إماما تسعة من ولد الحسين عليه السلام قال إني جاعلك للناس إماما قال الله تبارك وتعالى للنبي إبراهيم بعد إتمامه للكلمات إني جاعلك يا إبراهيم للناس إماما يقتدون بك الإمام يعني المقتدى طبعا النبي إبراهيم صلوات الله عليه قبل هذا كان نبيا ورسولا ولكن لم يكن إماما عاما ثم صار إماما جزاء لإتمامه لتلك الكلمات وهذه رتبة فوق الرسالة لأن الرسول يمكن أن لا يكون إماما فعليا للناس فارتقى النبي إبراهيم ليصبح بعد أن كان نبيا إماما قال ومن ذريتي النبي إبراهيم قال لله تبارك وتعالى سائلا وداعيا يدعو الله تبارك وتعالى ومن ذريتي هل تجعل يا رب إماما من ذريتي وهذا الكلام من النبي إبراهيم طلب ودعاء في غاية الأدب فهو دعاء على طريقة الاستفهام وهو من أعلى مراتب الأدب في السؤال أجابه الله تبارك وتعالى لا ينال العهد الظالمين أي لا يصل عهدي أي الإمامة الظالمين فلا يستحق الإمامة من ارتكب ظلما لنفسه أو للناس وأعظم أنواع الظلم هو الشرك فلا ينالها مشرك ولا من سجد للصنام ولو لفترة من حياته كما أن اليهود المعاصرين للرسول صلى الله عليه وآله لم ينالوها لظلمه ونالت الإمامة الرسولة وأهل بيته لعصمتهم من الظلم قال لا ينال عهد الظالمين هذا الجواب لدعاء النبي إبراهيم مع زيادة المفهوم من هذه العبارة أنه نعم أجعل بعض ذريتك إماما لكن بشرط عدم ظلمهم وهذا يبين المقام العظيم للإمامة وفي الحديث عن الإمامة الرضا صلى الله عليه لا ينال عهد الظالمين فأبطلت هذه الآياء إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة فصارت في الصفوة وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنا دعوة أبي إبراهيم فيسأل الرسول صلى الله عليه وآله عن ذلك فيقول فانتهت الدعوة إلي وإلى علي لم يسجد أحدنا لصنم قط فاتخذني الله نبيا واتخذ عليا وصيا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شكرا عما Design شكرا علينا واتخذه